يا أهلا بك مباركة لأهلي محفظ أو في البداية بتأكيد هو مباركة في المتناول أنه هو حال نتيجة إجابية وأنا يمكن علاقت على هذه المباراة لإحنا الإدعاد وكنت شايف أنه الأهلي قادر ولكن أول ما شفت مش التشكيلة شفت الطريقة بتاعت اللعب حسيت أنه يبقى في حاجة غلط لما يكون أربعة ثلاثة ثلاثة في وجود محمد مجدي أفشا يبقى مفيش مصادر قوة بالنسبة لي صناعة اللعب مفيش جبهات بالضبط كده ومحمد مجدي أفشا لما بيجنح بيبوز خالص هو مريح كان فيه كلامه يعني كتير قوي عن أداء أفشا وشريف صحيح السنائي ده ما كانش في شكله الطبيعي محمد شريف كان بيلعب شكل كلاسيكي قوي اللي هو الشكل المحروق بالنسبة ليه استردبكات أو مدفعي فريق نادي سانداونز تحركاته تحركات سلبية الكرة اللي بتطلع من عالي معلول تحديدا خلف الدفاعات هم أكتر قدرة على التعامل مع الكرات الطويلة أو الكرات الهوائية أو حتى الكرات العميقة خلف الدفاع فهم محمد شريف ما كانش ليه أي قوة بالمرة حتى تحركاته زي ما يقول تحركات محروقة تكتكان بالنسبة للدفاع سانداونز محمد مجدي أفشا لأ حتى لما كان بينزل لنص الملعب علشان يحاول ياخد مكانه اللي بيرتاح فيه ما كانش يلاقي نفسه محمد مجدي أفشا علي معلول علي معلول كان عنده أخطاء مرحة دفاعية برضو كان طير وما كانش قادر أنه هو يرد بشكل قوي بشكل ملحوظ لأ أنا كنت هقول بس أنه محمد مجدي أفشا وعلي معلول وعمر السلية وحمدي فاتح وحتى محمد الشيناوي اللعبين اللي هم مرهاقين ذهنيا مش قادرين أن هم يقفوا على أرض الملعب حتى ما بعد أول ثلاث دقايق الكرة اللي خبطت في رص عمر السلية وسقط على أرض الملعب أنا كنت شايف أنه هو خرج عن المباراة وطبيعة هو مش قادر أصلا بسبب الإرهاق الذهني لأنه منتخب مصر بطولة عربية وبعدين النادي الأهلي أفريقيا سوبر وبعدين مع النادي الأهلي في الدوري وبعدين أمم أفريقيا وبعدين كل ده لكن مقارنة بمباراة بيراميدز لو نحن نتكلم عن الموضوع إجهاد الأداء أمام بيراميدز وثلاث أهداف مختلف خلص عن الأداء مبارح في شوق التاني فقط لأنه النادي الأهلي في مجمل مباراة بيراميدز لا مقدمش المستوى الكبير اللي يأكد أنه يفوز بالثلاثة ولكن استغل الفرص هم من خمس فرص تددوا ثلاث بالضبط كده والثلاثة داخلوا أهداف فالنادي الأهلي حتى ده بيميز الأهلي عن الزمالك في بطولة أفريقيا على سبيل المثال أنه بيعرف يخلص الفرص عكس الزمالك اللي بيجيله فرص كتير وما بيعرفش أصلا أنه هو يخلصها فلا النادي الأهلي يعرف يخلص مباراة ادتوا كريدت شوية أنه فريق قوي فوزوا على المريخ السوداني في مرحلة الذهاب في دور المجموعات هو اللي ادالوا النفس في مرحلة القياب حتى ما بعد الخسارة من سانداونز وللأسف أنه كان فيه ناس مبررة ما قبل مباراة سانداونز الأخيرة دي اللي هي كانت بالأمس أنه الأهلي ممكن يخسر في عنده فرصة أكبر لأنه عنده مباراتين على ملعبه في القاهرة وأنه عشان بشرت شكل صريح ده أنه كان سبب من أسباب الخسارة أنه اللعبة كانت نازلة مرتاحة وإحنا كده 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 أنت بتقول عندنا مرتشين جايين بالنسبة كبيرة مضمونين ده ممكن يكون من أسباب الخسارة 100% لأنه الأهلي أصلاً لعب على تعادل ما لعبش على الفوز واللي يلعب على تعادل هيخسر لعب على الفوز لو ما جبتش الفوز هتتعادل ودي مش من سمة النادي الأهلي ولذلك بيتسمو سماني ما بعد المباراة كان دائماً بيتكلم عن فكرة أنه إحنا الأهلي إحنا الأهلي إحنا الأهلي كلام كويس بس لازم أنت قبل ما تلعب المباراة تكون مهيئ لعبتك أنه تلعب على الفوز لا إطار تكتيكي نافع ولازم كمان أنت عندك سكواد أنت النادي الأهلي فلعيبة عندك مجهدة مرهقة يبقى لازم يكون عندك البديل صحيح المميز اللي يقدر أن هو يسد في مثل هذه المباراة وطريقة اللعب من فشل تفتح الملعب بهذا الشكل الطولي والعرضي اللي يخلي اللي مركزية بتاعة سانداونز ترهكك ترهك مدافعيك حتى محمد عبد المنع متنرفز بملك تسيمة الحاكم الأسيوبي يداله أنظار على أنه كان بيقول وقف اللعب لأنه في خبطة في الرأس فداله أنظار فأربكه شوية خلى حتى يسحب محمد عبد المنع محمد عبد المنع مع ناد الأهلي مش هو بتاع المنتخب لأن الغاية دلوقتي مع ياسر براهيم ما لقاش الإقاع المناسب كسرد بكي بأفاهم كويس أو القدرات والتعامل ولذلك التوهان في لقطة الهدف أسوأ ما يكون كان ممكن الشناوي يقدر يتعامل معها لكن الشناوي بيأمن مع السرد بكات أو المدافعين اللي قدامه فإن الرجل يتعامل بهذا الشكل مع كرة من عرضية ويخلص مش حلوة وقفة الدفاع في كتير من الأحيان تبقى في النادي الأهلي ما ينفعش ده فريق بطولة أخطاء دفاع ناد الأهلي دي تدينا إحاق أو طريقة اللعب لم تكن موافقة 4-3-3 هو غيرها في الشوط الثاني هل تغييرها متأخر؟ 100% وتغييرها اللعبين أصلاً جاءت متأخر وتغيير طهر محمد طهر ينزل كظهير طب ما كنت نزلت حسيني مش مكانه باكرات مش مكانه هو كان عايز يلعب هو عايز يغير إنه يلعب تلاتة ورا ويخلي الاتنين اللي في نص الملعب اللي هو زي طهر محمد طهر في مباراة بتاعة منتري المكسيكي في كاس العالم للأندية كان محمد هاني في نفس مكان طهر محمد طهر ولما بيتقدم مع الساكن دبول يقدر أنه يسدد زي الجول اللي جبناه في منتري وخلصنا الهدف فكر في كده بس مش قدام سانداونز ومش بحالة اللعبين بتوه سانداونز ومش بوجود طهر محمد طهر في هذا المكان لأنه تلعب عليه في أكتر من مرة في الشوت الأول قبل طهر انت شايف أن كريم فؤاد كان في مكانه باكرايت ويدفع فيه في مباراة مهمة زي دي كان الاختيار ده تمام؟ طبيعي لأنه محمد هاني مصاب وأكرم توفيق عنده إصابة فما عندوش غير كريم فؤاد وهو لعب لسه جاي جديد وأصلا جاي علشان المواقف اللي زي دي وكريم أدى بشكل إلى حد كبير مميز لكن زي ما بقول سانداونز لعب اللامركزية فكرة أنه التحرك من الأجنحة شكله خطورة كبيرة جدا رغم أنه سانداونز أكتر فريق بيعاني من العرضيات إلى أنه النادي الأهلي لا استغل عرضيات ولا استغل كرات من العمر الإضافة بقى المس بس بالإضافة أن النعابة مش لاقية بعضها مش لاقية ولا مراوضة سليمة تقريبا مفيش انسجام برسي تاو كل احتكاك الكرة في النهال صالح سانداونز بالزبط فكان فيه إمبارة كان فيه حلم من أنه أنا بلعب كده وده ما ينفعش انت شوف قدرات لعبيك الذهنية والبدنية والفنية والعب بالطريقة اللي تناسب ديق المساحات يلعب بطريقة خمسة أربعة واحد خمسة ثلاثة تنين فوق لعبتك حرك محمد مجدي أفشاب برسي تاو خليه في جناح طير من الناحى الشمال ليس في ناحة اليمين انت ليه حطه في ناحة اليمين وانت الرجل عارف كويس هو عايز يعمل تحويل مثلا فتربك حسابات دفاع سانداونز انه عارف الرجل لا بلعب ناحة الشمال فإحنا غيرنا وعملنا ناحية اليمين لا بيقدي دفاع ولما بيرجع يقدي دفاع في الشرط التاني بيصبت مش مكانه مشكل كبير أخطاء أنا شاف أنها مترقمة مع الإجهاد كان لازم بيتسو مسماني يتعامل مع هدين مبارا بشكل أفضل من كده يمشي الوقت علشان يصدر الضغط للسانداونز مش العكس سانداونز هو اللي خدنا لإسلوب معين ساب لنا الاستحواز تماما وبدأ يلعب على الخطة اللي هي بتاع التلاكمة المحمد علي اللي هو إيه هاختفق هاختفق وفي أكتر من مرة كان ممكن يخطف الشرط التاني لو لا محمد الشناوي الحي اللي خد كرادة كبير قوي ناسم برحب احنا ما كناش حاسين غير الشناوي وياسر إبراهيم حي وياسر الحمد يعني هو كويس إنه كان في حالة فنية كويس لأنه ياسر في بعض الأحيان برضو بتفلك منه شوية لكن مش مجهد بنفس إجهاد اللعبين اللي كانوا مع المنتخب الوطني